اهلا بكم مرة اخرى مازلنا في حضرة النش في حضرة قبلة موقودة خايفين جدا على الرحم من كلمة مخيفة اوي في عالم النساء وتاليك اسمهم في جار الرحم يا جماعة في جار الرحم ده حالة هتتلمي المستشفى كلها النساء والتوليد والجراحات ونقل الدم وعنها مركزة جاهزة وكل عاج فعايزين نقرب برضو من هزا القبلة هزي القبلة الموقودة احنا اتفقنا ان كلمة النش وليه اسماء مختلفة علمية بسموه يوترين نش يعني فتء الرحم او ديفيرتكولم بسموه كده برضو باهو او انبعاج بسموه اسمه سيل عشان الاسمس الاسمس اللي هو التقاء عنق الرحم بجسم الرحم ده الاسمس فالاسمه سيل زي الهايدرو سيل زي البريكوسيل سيل يعني انبعاج او او هيسموه حتى كل المسميات المختلفة ده او هيرنيا كل المسميات المختلفة ده عشان نقرب عشان وكانت ايه المسميات مش مهم الاسماء بقى قدمه التأثير اللي احنا عوزين نقوله لهذا الجزء البسيط اليسير اللي بتبقى موجود اللي في الاخر خالص بعد ما تعرفنا عليه هنتعامل معاه ازاي هنشخاصه ازاي سواء كان بالصنار او بالامر اي وازا كنا بعد ما شخصناه هنتعامل او بالهيستروسكوب بالمنزار الرحمي ومنزار البطن وبعد كده نتعامل مع الاشكال المختلفة من النش ازاي دور الاضاءة داخل المنزار نتعامل معها ونعمل الديمنج ونقلل زي ما عارف ما يكون عندك اضاءة وتقللها وتعليها عشان تكشف حاجة معينة او عاوز تقرأ كراءة معينة عاوزين نقرأ كراءة الدفكت او هنا المشكلة اللي موجودة داخل الرحم والضعف الموجود يبقى بيين قوي باضاءة بشكل معين ونقرن الاضاءة بالاضاءة ونشوف المور بلايت نس الموجود اللي بيبقى يكون ضوء شاهق بالمكرنة بالضوء الطبيعي اللي موجود داخل الرحم ونقدر نقول قد النش فتعالا نشوف داخل غرفة العمليات ببسطة تحت تخدير معين او بسيط عاوزين نملة الرحم ده بالصلاين بالمحلول الملح ونملة التجويف الرحم بالصلاين فبالتالي هيتملي بالملح وبعدين يبدأ يحصل كراكس دي يخرج محلول الملح يخش فيها فنقدر نكتشف هنا الدفكت الموجود ومن خلال اكتشاف الدفكت نعرف هنا ان في مشكلة نحن نشوف النش ازاي تشخيصه داخل قلنا بالصنار نقدر نبص عليه بالصنار نشوف بالصوت الصورة تشخيص النش دي المريضة بتشخي ببسط كويتل بليدين فقط فيش اي حي غير كان عندها الام وتعمل لها منذار وتحسنت الالام ولكن الحاجة الوحيدة اللي مضايقها انها في دم بعد الجناعة هنحقن مفروض ان ده الرحم وده بطانة الرحم الجزل الابيض ده وده عضلة الرحم هنعمل لده محلول ملح انا بجهز الصنار مهباني وفيه قسطرة محدودة في الرحم هنحقن مفروض ان هيبانيه اسود كده موجود مكان القسطرة القديمة نقدر الصلايم كده يملأ كده يملأ كده يملأ كده يملأ كده يملأ الرحم كده الأماني لقى الصلاين ملأ وبعدين دخل بين العضلة الرحمة يعني كأنها مش مكتملة كأنها شرخ موجود فيها فبدأ الصلاين مكشف الشرخ ده ده أكتر حاجة نكشف بيها النش شوف هنا لما بيكون جزء من عضلة الرحمة غير مكتمل هو ده النش وهنا مثلا الكيسرية الكاملة ده ده مثلا إيه صورة تعالي نشوف حاجة تانية الصورة اللي بعديها أيها هنا برضو هنا لو حصل تآكل في جرح كيسرية سابقة بيبقى موجود ويحصل إن بعاج هنا بقى إن هيخرج كيس الميا بسبب إن كان في ضعف في جدار الرحم تعالي نكمل صورة تانية دي الرحم البيبي بيبقى داخل كيسرية داخل قصر الرحم ومكانة كيسرية القديمة اللي ممكن يبدأ إيه ينغامز المشيمة جوة تبقى مشاكل رهيبة جدا لو إحنا سبناها أو إن إحنا بقى في ضعف في الجدار أهو جرح كيسرية السابقة وممكن يحصل إيه من قوة إنكباد الرحم يضعف النش الموجود ويحصل إنفجار ساعات ومعظمه إنفجار صامت وما أكثر من القتل الصامتون بيبقى موجودين يبقى مش معنا كل أبص هنا الله 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 هلو قوي الصور دي هلو قوي بص الرحم هنا انفجر الرحم يعني عضلة الرحم بعدت عن الجزء الأعلى وجزء الأسفل وبجد بيحصل كده وهنوري الناس النهاردة بجد خروج الراس البيبي أو الكيس بتاعه من عضلة الرحم أثناء كيسريتين بنعملهم النهاردة وخارجين بدون حتى بسأل المريضة لأنها بغضة بنج نصفي هو أنت ما شعرتيش بمشكلة أثناء الحامل؟ وأنت لدرجة أقول إيه؟ مش كل سكوت يعني مش كل صمت هو كويس مش كل سكوت علامة رضا ساعات السكوت لأن بازي أسبق الانفجار لأسبق الانفجار تعال نكمل بقى نشوف مشاكل ده صور قد إيه بقى إن ممكن يحصل مشاكل وجنين ويخرج برر الرحم قد انفجر وسقط بره ونجي نفتح نلاقي البيبي في البطن بالكامل خارج بره البطن ومات بص بص الحيتة ده فات أو بص دهيرني هيرني دهيرني معا ومات البيبي داخل قبل الولادة بيوم أو باتنين أو سنة الولادة أو تبر ومات الجنين اللي كانوا منتظرينه داخل الرحم بقى خرج بقى خرج بره تبويف البطن تعال هنا السيزيرين سكار ديفكت أو النش أسمنا تأسمتين حاجة مشاكل متعلقة بالنسة ومساكن متعلقة بالولادة سيزيرين سكار الديفكت اللي هو النش يعني معناها ضعف في جرح القسر اه جرح عندنا الجيني يعني ممكن ايه تأخر في الدورة شراء ألم أثناء الدورة شراء غزارة في الدم في الدورة شراء نزيف في الدورة شراء انتر منيسر بليدينج ألم في البطن والحوض إفرازات مهبلية ألم أثناء الجماع نزيف ما بعد الجماع ده كل ده بسبب ايه بسبب النطوء النش اللي موجودة أحيانا بيبقى أوعيات دموية اللي موجودة فيه تنفجر من حين لآخر أو هو كبهو يحتفظ بجزء من الدم اللي موجود فيه فبعد ما الدورة تنزل يبدأ ينقط موجود الكيس يبدأ ينقط الدم اللي موجود فيه أو بعد الجماع يحصل انفجار لبعض الشراءين أو الشعرات الدموية اللي موجودة فيه ويحصل دم موجود ويبقاش معروف فيه أو يبقى فيه التهابات موجودة مستمرة تأثيره لو علاقة بالحمل تأخر الحمل نتيجة ايه الالتهاب الموجود بيخلي بطنت الرحم غير مؤهلة انه بيحصل ايه لما بيحصل قصف بعد الجماع لحيوانات المنوية الحيوانات المنوية وهي طالعة تلاقي بهو أو دهليز جوه روح داخل جواه وما تكملش رحلتها كأنه انترابد واكسطاد كل الحيوانات المنوية وبالتالي تلاقي المريضة قعدة سنة واثنين وثلاثة روح منها بتحمل طبيق ما بتحملش طبيق أو ان يحصل حاملة خارج الرحم بس بجرح النش أو انفجار الرحم أسناء الولادة أو انفجار الرحم صامت اللي موجود أو حاجات تانية مش موجودة مكتوبة انفجار صامت لرحم يعني بقى الستة بتدرش خالص أو أو كمان ممكن يحصل ايه البلاسنتة المشيمة بقى وما اختارها المشيمة اللي تلاقي مكان فيه تعرف المشيمة بتقع التحفر عشان تلاقي مكان تنزرع فيه المشيمة لقي حفرة سهلة هتنغمز فيها يعني تخيل المشيمة دي كأن ليه علاقة أو ديالوجات أو عادة موية بتاعتها والخلال الراضة بتاعتها اللي هتبدأ تنغمز في الجدار الرحم لا يا مكان سهل فانغمزت فيه ولا فيه كأن فيه كيمو تاكسنزيا كأن فيه خلايا مغناطيسية تقدر تجذب الجنين بدلا ما يبقى فيه في الميديوترين أو حتى في الامبريو ويندو بتاعه الشباكة والنفذة اللي بيأصل فيها تنزل تاني وأحيانا يطلق على النش اليوترين ويندو وكأن ده نافذة الرحم وكأن انك انت تقدر عارف بالسنار السنار عوارة عن كمبيوتر صح؟ والكمبيوتر فيه برنامج اسمه الويندو صح؟ فمن خلال الويندو بتاع الكمبيوتر تكتشف الويندو بتاع الرحم شباك الرحم عشان من خلاله تطل من هذه النفذة على العالم الأرحب للمشاكل اللي ممكن تتم في الأرحام ومشاكل اللي تتم فيه أجساد المرأة وتقدر تتوقاها لو إحنا بجد ذكرناها وقدرنا نتخيلها في المراية الجانبية والبقع السوداء أو العمياء اللي موجودة في المراية الجانبية الميز دياجنوزس قدرنا نتخطاها وقبل ما عدي بعربيتي وقبل ما عدي بتشخيصي مع المريضة أبص يمين أو شمال بقلافتة كاملة عشان لو النش ده ما توقعتوش كان يعلمونا زمان على الحملة خارج الرحم لو لا يمكنك تشميلها لا يمكنك تشخيصها لو ما شميتوش على بعد مش هتشخصه النش هو أوقع هنا بدأنا نفكر الالتصاق اللي موجود في اليوتروسيكرال الرابطة العجزية واللي موجود مع الكولوم واللي موجود مع قادل مبيض اللي بقى انتاج لنجو بقى متاخد في الالتصاق وعامل نتفود ديسبارونيا ألم رغيب جدا ألم في الدماء ألم في الدماء وهنا ممكن يكون إيه التشخيص دم على كده لا ديسبارونيا ألم في الدماء عاوز أقول لك ان اللي تشوكليت سيس اللي موجودة وهي عاملة أم أرآي مش مكتوب في التقرير مش معنى كده ان الأم أرآي هو اللي غلط ان اللي قارئ هل انت قمت بدورك حقيقة أو لا احنا مش الهدف هنا كمان ان انا اتكلم على أخطاء أو لا انا عاوز أقول اني ادي المرض ممكن يكون موجود وبرضو ييجي في النقطة العمية لفي التشخيص ويضل تشخيصه ويعدي بعد ما حررنا المبيضين وحررنا الأنابيب والمشاكل الموجودة والأنابيب اللي مفروض انها تصاصل عشان فيها ارتشاح وهي قريدي بتدور على إنجاب مرة أخرى وعاوز أتساعدها على الإنجاب مرة أخرى طيب وبعد التقنية الرهيبة دي وبعد التخلص من من الأكياس الدموية اللي مش دورنا في وقتها دلوقتي ان احنا بنتكلم عليه هنبدأ ده ما يعفناش ان احنا هندور على الجزء الأصيل اللي احنا شخصناه زي بعد ما المريضة نامت عملنا السونوهستروجرام عملنا فحص بالسونار وملينا التجويف الرحم بالسلاين عشان نقدر نشوفه ونقدر نعمل ده بحاجتين سواء كان بالفحص بالسونار التقليدي أو الهيسترسكوب نعمل منزار رحمي واثناء المنزار الرحمي يبقى معانا سونار داخل غرفة العمليات يبقى احنا عاملين دي والإفكت احنا الجزء الخلفي للرحم اتعامل خلاص بطنة الرحم المهاجرة والمبيدين اتسلكه تماما خرجنا لأكياس لتشوكرة الموجودة الأنابيب المرتشحة احيانا منلاقي انفراجة في الأنابيب المرتشحة وده معناه ان مش كل الأنابيب مرتشحة متشخصة بالسونار متشخصة بالهيستروجرام ان احنا نشيني الأنابيب دي معناها الأنابيب دي نقرب منها ونشوفها يصلح انها ترجع تاني للشغل مرة تانية ينفع اه طبعا هل كل الأنابيب مرتشحة لابد من نتسقصالها لا طبعا كل الأنابيب مرتشحة لابد من إجراء منزار للأنابيب داخل منزار البطن نقدر نخش بمنزار الرحم داخل أنبوبة فلوب ونقدر نشوفها جواها على الفمري موجودة للسالية موجودة في الفلاتنينج موجودة الأوعد دموية الرئاسية الموجودة فيه كريتيريا تقدر تقول أسيب أنبوبة ترجع لوظفتها ولا سقص الأنبوبة دي تعال نشوف ايه اللي تحت الالتصاق ده لما نفكر نستبعده ونطلع المسانة البولية انفيريوري فوق ونبدأ نكتشف نبعد المسانة عشان كده لابد انك تبقى عارف الوضع التشريحي عشان كده لابد انك انت تعرف تفصل ما بين المسانة البولية وقدر الرحم عشان لو انت بتقدر تعمل استقصار رحم بالكامل بالمنزار لابد ان انت تستبعد المسانة البولية الأول وبالتالي تقدر تعمل ايه تفك المسانة البولية تبعدها عن حكتين أحيانا عن عنق الرحم بالكامل زي ما احنا هنا هستبعدنا بعد ما استبعدنا المسانة البولية بقت فوق وبعد ما خلينا عنق الرحم هيبدأ يبان عاوزين نكشف بقى بمنزار الرحمة ومنزار البطن وجود الفتح والتخلص منه ازاي طب هنبدأ هنا احنا دلوقتي بالمنزار داخل تجويف المنزار الرحمة فوق يعني احنا دلوقتي منزار البطن بصين على هنا ايه بنقرب بعنق الرحم تعالي بنقرب من عنق الرحم هي وسبت السورة الوحدة هنا بقى بص الإضاءة هنكشف ايه هنا بالإضاءة فيها برايتنس موجود قوي بنعمل الديمينج بص هنا هتلاقي فيه حاجة زي الشمس وهتلاقي زي الشمس ويبتستع كده بص المنزار ده شايف دنش إضاءة حتى عندها مختلفة لان احنا يا دوبك بنبقى تحت عضلة الرحمة التكلة والبروتون بس المغطي فبالتالي بيبقى الضعف موجود ونقدر نشوفه ونكشفه بالمنزار بعد ما نكشفه بالمنزار بقيت الرحمة يا جماعة اللي حوالين الفاتق ده الإضاءة عادية إضاءة مش منور بالطريقة دي مش بالطريقة دي لانه الجدار حوالين الفاتق تخين هنا الفيق بشاور شايف أنا عاوزكو تقاوص الصورة دي للناس شوف الإضاءة الحامرة دي إحنا نفس الهيسترسكوب بإضاءته يونيفيرس عامة جدا في الرحم بس قدرنا بالديمنج ده نحنا نقال للإضاءة ونقرب بالعدسة كشفت الإضاءة وكأن الشمس هتستع بقى من ضلمة الليل فاتبان جدا بالصورة دي إنها مور برايت فيه لمعة جدا وشهقة جدا هو ده الضعف اللي موجود اللي هنقدر بعد كده نعمله إيه نعمله تريمينج يعني نعمل إيه نستقصله عشان نجيب فريش تيشوز عشان نجيب نسيج تاني صح حي ونخيط بقى فوق بتحت بالطبقة السفلة بالطبقة العليا وساعات بيبقى منخيط عنق الرحم بالرحم ساعات بنبدأ نستغل الإضاءة الخفتة دي وابدأ من خلالها أبدأ بسلك أهو وبكمل تسليكي عشان ألاقي عندي سبيس أقدر أخيط وأقدر أخيط الرحم من جديد بمسك أهو بالتوزد بفورسيبس لسن عشان أمسك الجزء السليم ومن خلال كده هبدأ بالمقص أقص الجزء اللي هو فيبراستيشو المتاكل بص أول مقصات المياه خرجت بتاعت الهيستورسكوب المنزار الرحم اللي تحت يبقى أنا على ضوء الإضاءة بتاعت الهيستورسكوب خدته كجايدلاينز وشوف اللون الأبيض بتاع الأنسجة اللي فيها دي اللي موجود دي فاكت بسيط موجود مطرح القيسرية في نون بريجنان تيوترس رحم مش حامل أقدر أستقصله واستبعده كان عامل مشاكل رهيبة جداً للمريضة من ألام ومن نزيف ومن تأخر إنجاب مضافلي اللي كان بالصدفة اللي حاجة مش باثولوجي اللي علاقة ببعضه ما كان فيها عندها بتاني ترحم مهاجر هو اللي احنا بنشيله ده إيه؟ ده النش ده النش اللي بيتاخد ويتعمله هستو باثولوجي عشان يتأكد كمان بالهستو باثولوجي إن ده هيجي لك كده حاجة اسمها إيه؟ إن فيه فايبرستيشو مش ده مش يعني تطور طبيعي للقيسرية لا ده دفاكت موجود بنشيله لغاية لما نوصل للهرستيشو وتلاقي إن فيه دم جه بقى موجود من الجزء السليم الموجود بص بقى المنزار بتاعنا هو وكأن المنزار ده لما شفناه ده عين فاكر لما قلنا تانية الوود بيكر اللي هو نقر الخشب لما بيخش في العش بتاعه عينه تبقى باينة من داخل العش كأن العدسة بتاعة الطائر دي هي عدسة المنزار داخل الفتئ ده لما قدرنا نكششفه وصل الرسالة؟ وصل طيب اللي مش عارف أنها نتابلين عند طائر بقى الخشب أنا قار الخشب لما بيجي في يعني دي حاجة مكتوبة في كتب ولا أنت تشبيه نقف هنا ونقول عملنا إيه؟ استخدمنا في نفس التوقيت منظر الرحمي مع منظر البطن في نفس التوقيت استخدمنا الإضاءة بتاعة منظر الرحم مع منظر البطن ونقلل الإضاءة. نشيل اللايت سورس بتاع البطن عشان نبقى نضلمنا الدنيا ونسيب اللايت سورس بتاع منظر الرحل. ونقلل الإضاءة ونكبرها عشان نقدر نكتشف فين النش اللي هنشتغل عليه. وبعد كده قديسة الكنق. ده فين؟ ده في السير باقي. ده سيزيريا النسكار. نفس القصة بنقول عندنا السيطارة نوع من الكيسنج. الكيسنج بلادر. البلادر المكاشكزة زي السيطارة. بص المنظر هنا للرحم. هنا عادي جدا فيه التصاق موجود ما بين الأنبوبة وقدار الحود. وده يعني ممكن تكون صاين. لا مش ممكن تكون صاين. ممكن عادي جدا للتصاق الأنبوبة الوحدة. ولكن ممكن تكون آزهول ان الرحم ملتصق مع المسانة البولية. برضو بنفسر. من عند الراوند اللي جميل. نشيل. نوسع لنفسنا. ونبعد المسانة البولية عن. بص بقى هنا. وانا شادد. المسانة البولية بص نازل حرف التمانية ده مع الرحم. ممكن كتير جدا يخش يلاقي الشكل ده ويفكر ده الشكل الطبيعي للتصاق المسانة البولية او لقاء المسانة البولية مع الرحم. لأ ده اسمها الكيسنج بلادر. يعني كأن المسانة ملتصق التصاق. رهيب جدا فين؟ في الديب استبرت للنش. يعني في اعمق جزء للنش. هنشوفه دلوقتي. نبدأ بقى نسلك المسانة البولية اللي احيانا بص بص بقى. بص المنظر ده. بص المنظر ده. بص فيه لون بني بدأ يظهر هنا. ايه ده؟ الله 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 الله. ده هشكل السيست. ايه ده لا. بص ده؟ التهاب؟ الميوكس منبرين. اه. اللي موجود بتاع السيرفيكس. تعونك الرحم. موجود مليان بلد. خرج من النش اللي موجود مستخبي تحت المسانة البولية. اوك. يعني شوف قد ايه لما فكنا الالتصاق. ظهرت دي المشكلة اللي موجودة. بص كأنه فتء كامل اهو. ظهرت المشكلة. طب ما دي ايه؟ موجودة. ومش متشخصة. وكيسرية مع موجودة بقى لها ست وشهور. شوف اليوتراين النش الموجود. ما بين الدفاكت لما رفعنا المسانة البولية. ورجعناها انفيريولي ورجعناها مكانها وبعدناها عن عنق الرحم. نقدر نكتشف مشكلة كانت موجودة. وبالرغم ان عاملة صنار. وبالرغم ان عاملة متابعة. الا اني قلم رهيب. لا يتوقف. واني دم بعد الجماع. واني انها المريضة بقت واحدة تانية. بعد ما تعمل. الممكن اه طبعا. وتبقى شخصية تابعا. وممكن كان يضل التشخيص انها بتاني ترحم مهاجرة. ده مجس. عنق الرحم. اللي احنا بنخش به. المجس ده كنت عاوزها سبق. الدفكت اللي موجود. والفتق اللي موجود. اللي اخدخلنا به من عنق الرحم. لان عنق الرحم. مش مكتمل مع الرحم. وعمل الدفكت ده الموجود. وده عشان بيسموه هنا بقى ايه? ممكن يجي النش. لاني كانت القاسرية موجودة تحت منخفضة. لو. لدرجة ان ممكن يبقى فين في عنق الرحم. الموجود. حد يفتح تحت اوى. حد يفتح. في السيجمنت. ايه? لا فتح كمان عند عنق الرحم. برضو نفس القصة. بنعمل ايه هنا برضو بقى? مش محتاجة الاضاءة لان احنا مكتشف من اول الاتصاق لما فكناه. وبدأنا نعمل برضو نشيل الفايبراسيشو. ونخيط هنا الرحم. هنخيطه فين بايه? بص برضو فيه تكة هنا دكتور عني. لما الرحم كانت خيط. نخيطه. سواء انت الرابط السوتشر. يعني. يعني خياطه غرزة بغرزة. او متكاملة. يعني على على بعضها ازا ما بتسري. ولكن ما تعملش حاجة اسمها الانتر لوكينج سوتشرز. يعني ايه? ما تاخدش غرزة ما بينه ايه? كأنها الحرف بتقفل غرزة وتنزل عشان دي بتقفل الاوعية الدموية. فتضعف المكان ده. فتقدى ممكن بتعمل نش مرة اخرى. بتحرم الانسجة من الدورة الدموية المنضبطة في المكان ده. فتؤدي الى ايه? تلايف موجود مرة اخرى. نبدأ نخيط الانسجة. بناخدها في two layers. زي ما احنا شايفين كده. ونبدأ نروح. والlayer ممكن forward. والlayer التانية backward. بنستخدم ابرة بشكل معين. الفيكرال ده موجود. وممكن نستخدم البي دي اس. بتستخدم ابرة خمسين round. وتبقى عشان تقدر تخش في السيرفيكس وتبقى موجودة. طيب. نعمل ايه بعد كده? بعد ما بتخيط. وقفلنا شنا شنا. وقفلنا. بنيجي تاني بالهيستروسكوب. وندفع المية. بتاع الهيستروسكوب. احنا بنعمل الرحم saline. وبنخش بالعدسة. فنشوف تجوي في الرحم. لما نملاح saline تاني. عشان نعمل حاجة اسمها water tight. ما يجيش مية تاني. وبعدين نبص بالإضاءة. عشان نتأكد تاني ان الدفكت اتقفل. الحركة اللي عملتها عشان ما يبقى مرة تانية ان فيه دفكت وقفلنا عليه. ليه هنا بقى? عاوزين نتأكد. هل احنا جبنا كده دلوقتي سيزاريان موجود في جرحة كيسرية. واحدة تانية اللي موجودة في عنق الرحم. تعال نشوف واحدة تالتة. المريضة بتشتيك شاكوة رهيبة. لا تتوقف. عملت كذا عملية جراحية. والألم مستمر موجود. تعال نشوف الحالة. أنا مستمتع جدا. جدا. وهقول لكم ليه? تعالوا نشوفوا بس الحال تاني. مدام عزة من سهاج. ستة وتلاتين سنة. خليفة مرتين كيسرية. آخر بنت من خمس سنين. اتفتحت بطن 2016 على الاساس انها ورم ليفي. اصناء فحصه تلع انه فيه فيه تآكل وفيه شوية تغيرات موجودة في الورم ليفي. بعدها بسنة شاكوا ان فيه فتء داخل الرحم. ممكن يكون مطرح لاستقصال الورم. او مكان الكيسرية. اتعملت مرة تانية. فتح بطن. وتصلح الفت. وبعدين بدأت الشاك ان فيه آلام في بطنها. بالمتابعة ترع ان فيه ماس كبيرة. داخلها في تأخر حمل سنوي. نفسها تحمل مرة تانية. ده واحد اتنين. بعض التغيرات اللي بتيجي مع الدورة. احيانا بيبقى فيه بعد ما الدورة تخلص ينزل نقطة دم. ما عندهاش آلام في الجماعة. ما عندهاش آلام في الدورة. ما فيش آلام في الفحص. اتقال لها انها يعني لازم تشير الرحم. بنعمل منظر بطن رحمي في نفس التزامن عشان نشوف هل فيه او لا. دخلنا منظر الرحمي. لقينا ان الرحم كأنه فيه يعني كأنه مقسوم. فوق عنق الرحم مباشرة او قبل عنق الرحم وبعدين تخش في التجريف التاني. كان عندنا دوم لايك كأنه زي القوبة كده ومقلوبة عندينا. دخلنا منظر البطن نشوفنا المنظر اللي احنا نبدأ نشرحه دل وقت كده. ده فيه شوية التساقات عادية من مندير البطن مع القيصريات. الرحم اهو. ده الفرنز بتاع الرحم. رفعنا الرحم كده. عندنا مبيد يمين. وعنبوبة يمين. مبيد شمال وعنبوبة شمال وفيه شوية دم من الجمعين. لما نيجي نبص هنا بقى للرحم. ربط الدقرية. ربط الدقرية التانية. موجود التساق مع الجدار البطن الامامي. لما نيجي نبص هنا مكان القيصرية عندنا كاين فيه كيس كامل موجود هنا. الكيس ده جاي في نص الرحم الايمن. هو نازل هو. علاقته قد المسانة البولية. نظر المسانة. قد المسانة البولية. متاخدة معانا هنا. نشوف الجدار المسانة. اهو. اهو. امشي. اهو. بس المسانة البولية متاخدة غاية فين. هنا. هنا حدودنا. اهي. 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 تاني ونرفع كده. رفع المسانة. كل ده المسانة البولية متاخدة هنا. وريني كمان هنا. المسانة هي. شوف متاخدة ازاي. شوف. وده وده المسانة طبيعي هنا. وفوق كده فوق الرحم. بس هي شفتت بسبب الالتساق. اهو. 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 طيعي. ليه. علاقته اي بنيش هنا. داخل علاقتنا. هيا. بس المسانة البولية. حدودنا. يعني في امان هنا. بس يدوب. أالسف الاول ك우لينة الموضوع اللغ لا فقط يستن بstoعي. ارامتنا يا داخل علاقتنا. هيا. حانا هذه. انضي��가 حتى تسيرين على 않았مع. اغارف الآخرين يمتعون في لسيت täällä السابقة. هااااااا. هنا بيس. هنا هنا كل دي بلاذر بس يعني نقدر نوصل برضو الفصلة ما بين الاتنين قريبا هنا قوي من السكار عن الحتة دي فوق هنا طعم نخش بقى في الهيسترسكوب نخش بقى منظر الرحمي النشا هو ودي السنرايز السنرايز السينرايز اه اهو نشك بالكامل اهو ما فيش ماصر لير ودوبك بيروتورن اهو انا ممكن لو دوس دوس هاخش هنا الرحم من هنا وراني كده في الهيسترسكوب بقى مطحة ازاي اذا احنا داخلين كده من اول عنق الرحم ده اللي عامل كل ما شاكلنا تأخر الانجاب طبعا لان دي باركة بعد القصف تخش فيها الحيوانات المنوائية باركة بتخلي معدما الدورة الرحمية تنتهي تجمع هنا وبعد كده ينزل نقوة دامة بعد الجماعة اه اه الم في الدورة لبعض الناس التكرار في البول هنبدأ بقى نشتغل هنسلك المثالة البولية اللي بدأت تتميلي عشان نعرف حدودنا من الرحم عشان نكشف النش ده ونشيله ان شاء الله بالمنزار وبعد كده نبدأ نصلح الرحم تاني ده عمل وراءه شغل كتير وجهد كبير جدا لكن النش او هذا الفات او هذه الحالة الطبية الجراحية تحتاج الى سلسل زي ما احنا عندنا مجموعة سلاسل كتيرة جدا 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 لكن انا احييك ومبسوط جدا بهذا العرض العلم الراقي جدا والجهد الكبير جدا نورتنا ويعني كل جمعة وانت بخير دا وانا كفيني انبساطك ربنا خليكو دايما مع دكتور